وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت بتوقيت المحلي إلى المملكة العربية السعودية لإجراء محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حيث قلد الملك سلمان ترامب وسام الملك عبد العزيز الذهبي كما وقع الجانبان صفقة أسلحة تبلغ قيمتها نحو 110 مليار دولار أمريكي وقال مسؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه أنه من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة صفقة الأسلحة بين الجانبين إلى 350 مليار دولار أمريكي في غضون عشر سنوات إنه يوم كبير وأريد أشكر جميع حصلات الولايات المتحدة على استثمارات حائلة وقدوانا الأسكرية سعيد جدا نريد أشكركم ولما ملكة العربية السعودية على مئات مليارات دولارات أمريكية من استثمارات في الولايات المتحدة والوظيف الكثيرة قال البيت الأبيض في بيان له إن صفقات الأسلحة والخدمات الأخرى تهدف إلى حماية أمن السعودية ومنطقة الخليج كما تسعى إلى تعزيز قدرة السعودية على إجراء عمليات مكافعة الإرهاب في المنطقة لتخفيف الأعباء العسكرية الأمريكية وكان تقرير وكالة رويترز قد أشار إلانه وفقا لصفقة أسلحة الموقع بين الولايات المتحدة والسعودية يوم السبت ستقوم الولايات المتحدة بتجميع 150 مروحية من نوع بلاك هوك في السعودية ومن خلال الصفقات التي وقعتها السعودية خلال زيارة ترامب هذه تمكن رؤية جهود الدولة الخليجية في زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا لتخفيف اعتمادها على النفط اشتركوا في القناة